قبل الفاصل كنا نتحدث عن الذين يحجبون عن الله تبارك وتعالى من هم الذين يحجبون؟ ماذا يكونوا ارتكبوا في حياتهم؟ أي إنسان وقع في معصية يحجب قطعاً قد يكون الحجاب كثيف أو قليل طويل أو قصير أي معصية دكتور؟ أي معصية؟ المعصية حجاب بين العبد وربي طب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أكاد أقول أكبر عقاب يصيب المؤمن أن يحجب عن ضبه تماماً أب كامل تربوي عالم جليل رحيم له علاقة مع أولاده طيبة إذا قال لأحد أبناء لا تكلمني أكبر عقاب هذا أكبر من الضرب لا تكلمني فالحجاب أبلغ شيء للمؤمن إلي عنده إحساس إلي عنده حساسي إلي عنده مشاعر لطيفة هذا عقاب كبير جداً والمقصود بأن يحجب عن الله أي لا تلعقد صلى بينه وبين الله أبداً 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 لأن ذنبه حجبه عن ربه يقرأ قرآن لكن لا يتدبر ولا يخشى أبداً حتى قيل من صلى ولم يشعر بشيء من قرأ القرآن ولم يشعر بشيء من ذكر الله ولم يعل شيء فليعلم أنه لا قلب له هذا قلب أساساً كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون المعاصي والآثام تحجب عن الله عز وجل يعني مثلاً بائع جاءتهم رأة تريد شراء قماش متفلته ملأ عينيه من محاسنها وتكلمها كلاماً لطيفاً في نوع من الغزال مثلاً هاللون بالبألك يعني مثلاً أدى العصر راح يصلي أنا لا أصدق أن يستطيع أن ينعقد مع الله صلاة لما استمتع بمحاسنة لما تكلم كلام رقيق لا يليق ببائع لا يحرم الصلاة لكن يحرم حلاوة الصلاة حلاوة الإيمان فلما غابت عنا حلاوة الإيمان كرهنا الصلاة ما لا معنى حركات وسكلات الله صدقتك أنت تصفح الكره من الصلاة أبداً يعني في ناس يصلي ويكرهها لأنه عبء عليه كبير رقعتين سنة قبلية والفرض وسنة بعدية هو محجوب عن الله عز وجل لذلك كل الخواطر تأتيه في الصلاة عنده واحد ثلاث سنة تاجر بيحل مشاكل أول صندوق أول رقعة والصندوق الثاني بتاين رقعة والثاني بتاين رقعة لكن لما نحجب حجبنا عن العبادة الأولى في الإسلام لكن لما تنعخذ الصلاة مع الله يسر بالصلاة أبداً لا بد من صلة أبداً أريحنا بها الله يفتح لك سيجي كلمة وحدة الآن أريحنا منها والفرق كبير بين أريحنا بها وأريحنا منها إن شاء الله نكون كما كان الحبيب عليه الصلاة أريحنا بها يا رب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة